ترجمة نانسي قنقر ما هي الأسباب التي تمنع الرزق؟ ما هي الأسباب التي تقرب من الفقر؟ ما هي الأسباب التي تقلل من الرزق؟ هذا الموضوع مهم جداً إن تلافيناها كانت النتائج طيبة أيها الأخوة، فالدين رأي شخص ما فيه إنه دين الله ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء لا يجرؤ إنسان على وجه الأرض أن يقول في الدين برأيه الآن نحن أمام نصوص من كتاب الله ومما صح من كلام رسول الله ما الأسباب التي تقلل الرزق؟ تقرب إلى الفقر، أولاً الزنا ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا لعله هناك عقابان للزنا عقابٌ سببي، يصاب الإنسان بأمراض خطيرة جداً منها فيروس الإدس، الذي قضى على عشرات الملايين من أهل الأرض الآن تقريباً ستين مليون إنسان مصابون بهذا المرض ومن في طريقهم إلى الموت فأحد أسباب إنعدام الرزق أو قلته هو الزنا، وللزنا عقابان عقابٌ علمي، هو نفسه سببٌ لعاهةٍ أو مرضٍ خبيثٍ أو فيروسٍ أو مشاكل ذلك، وعقابٌ وضعي يقول عليه الصلاة والسلام إياكم والزنا، فإن فيه أربع خصال يذهب البهاء من الوجه، ويقطع الرزق ويسخط الرحمن، يذهب البهاء من الوجه ويقطع الرزق، ويسخط الرحمن، ثم الخلود في النار وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم قوله في الزنا ست خصال، ثلاثٌ في الدنيا، وثلاثٌ في الآخرة أما اللواتي في الدنيا، فيذهب ببهاء الوجه ويورس الفقرة، وينقص العمرة، وأما اللاتي في الآخرة فيورس السخط، وسوء الحساب، والخلود في النار هذا الحديث في شعب الإيمان للبيهق صدقوا أيها الإخوة، وقع تحت سمع قصة أن رجلين ممن يعملان في طلاء السيارات في هذا البلد ذهبا إلى ألمانيا ليستوردا سيارتين، كصة قديمة وعادا بالسيارتين براً، نزلا في ثندق في بلد من بلدان أوروبا الشرقية يقول لأحدهما، بعد الساعة الثانية عشرة طرق باب الرجلين، من قبل امرأتين الأول فتح الباب، والثاني قال إني أخاف الله رب العالمين، ثم وصل إلى الشام الأول في صعود، والثاني في هبوط الثاني ضاقت الأحوال به، باع محله، طلق زوجته والأول والله يعرفهما تماما والأول في صعود مستمر أنا مؤمن إيمانا قطعيا أن أحد أسباب الفقر الزنا هذا الحديث الشريف يقول عليه الصلاة والسلام فيما رواه ابن عمر رضي الله عنهما الزنا يورس الفقر هذا عقاب وضع، يعني الله بفعله يجعله فقر أما الزنا نفسه سبب علمي لأمراض خبيثة منها فيروس الإلس أيها الإخوة، طبعا فقر ذات اليد وفقر القلب الزاني محجوب عن الله عز وجل، وقع في فاحشة ولا تقرب الزنا، إنه كان فاحشة وساء سبيلا ما قال ولا تزنوا، قال ولا تقرب الزنا أي شيء يفضي إلى الزنا فهو محرم فالخلوة بالأجنبية محرم سحبة الأراذل شيء محرم، إطلاق البصر محرم متابعة أشياء إباحية في الإنترنت وفي الفضائيات محرم أن هذا طريق إلى الزنا، هذه الشهوة تشبه صخرة في قمة جبل متمكنة في مكانها فإذا دفعتها وظننت أنك تريد أن تدفعها لمتر واحد في المنحدر، لن تستقر إلا في قعر الوادي الأمر ما عاد بيدك، ولا تقرب الزنا يعني النهي ليس عن الزنا، بل النهي عن أسباب الزنا الخلوة، إطلاق البصر، الأختلاط، صحبة الأرازل، الإثارة المستمرة هذه تنتهي إلى الزنا أيها الإخوة، السبب الثاني للفقر نقص المكيال والميزان استمعوا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وَكَأَنَّهُ بَيْنَنَا يَا مَعْشَرَ الْمُهَاجِرِينَ خِصَالُ الْخَمْسِ إِنْ إِبْتُرِيْتُمْ بِهِنْ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ تُدْرِكُوهُمْ لَمْ تَظْهَرِ الْفَاحِشَةُ فِي قَوْمٍ قَطْ حَتَّى يُعْلِنُوا بِهَا إِلَّا فَشَى فِيهِمُ الطَّاعُونَ وَالْأَوْجَاعُ الَّتِي لَمْ تَكُنْ فِي أَسْلَافِهِمْ هل هناك أوضح من هذا الكلام في موضوع بيروس الإذ؟ والأوجاع التي لم تكن في أسلافهم ولم ينقص المكيال والميزان إلا أُخِذوا بالسنين القحط، الجفاف إلا أُخِذوا بالسنين، وشدة المؤنة وجور السلطان عليهم ولم يمنعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا ولم ينقضوا عهد الله وعهد رسوله إلا سلط الله عليهم عدوهم فأخذوا بعض ما كان في أيديهم بكل حرب في الشرق الأوسط تنتقل مئات مليارات العملة الصعبة من الشرق إلى الغرب إلا أخذوا بعض ما في أيديهم وما لم يحكم أئمتهم بكتاب الله عز وجل إلا جعل الله بأسهم بينهم حروب أهلية هذه المعصية الثانية نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله أحد أسباب الفقر نحن مع حديث رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى ومع القرآن الكريم كلام رب العالمين المعصية الرابعة منع الزكاة قال عليه الصلاة والسلام ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم بالمناسبة في آية دقيقة جداً قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم هذه الصواعق والآن الصواريخ أو من تحت أرجلكم هذه الزلازل والآن الألغام أو يلبسكم شيعاً حروب الأهلية ويضيق بعضكم بأس بعض ما نقض قوم العهد قط إلا كان القتل بينهم ولا ظهرت الفاحشة في قوم قط إلا سلط الله عليهم الموت ولا منع قوم الزكاة إلا حبث الله عنهم القطر في إحصاءات قد لا تصدقونها خمسة بالمئة فقط من أغنياء المسلمين يتفعون زكاة أموالهم خمسة بالمئة فقط وفي حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام ما منع قوم الزكاة إلا ابتلاهم الله بالثنين أول سبب الزنا الثاني نقص المكيال والميزان والحكم بغير ما أنزل الله الثالث منع الزكاة الرابع الربا يقول عليه الصلاة والسلام ما من قوم يظهر فيهم الربا إلا أخذوا بالثنة أي بالفقر وما من قوم يظهر فيهم الرشاة إلا أخذوا بالرعب الربا يؤدي إلى الفقر والرشاة تؤدي إلى الرعب يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقد روى ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال الزنا والربا في قرية فقد أحلوا بأنفسهم عذاب الله الزنا والربا الآن المعصية السادسة التي تؤدي إلى الفقر قال اليمين الكاذبة تذهب المال أو تذهب بالمال أن تحرف يميناً كاذباً هذه اليمين الكاذبة سبب عند الله للفقر واليمين الغموس تذهب المال وتذر الديار بلاقع خريبي تذهب المال وتذر البلاد بلاقع وبعض التابعين قال لأحد التجار يا عبد الله اتق الله ولا تكسر الحلف فإنه لا يزيد في رزقك إن حلفت ولا ينقص من رزقك إن لم تحلف لا داعي أن تحلف هذه الحاجة سعرها كذا الله تعالى هو الرزاق ويقول عليه الصلاة والسلام إياكم وكثرة الحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق الشاري قد يخزل منك يشتريها البضاعة بأيمان مغلبة يشتريها لكن الله يمحق لك هذا المال وفي حديث آخر الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة لا تحلف كان الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه يتصدق بدينار عن كل يميل حلفها صادقاً صادقاً فكيف إذا كان كاذباً؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ قال أبو ذر خابوا وخسروا يا رسول الله من هم؟ قال المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب المعصية السابعة الكذب الكذب من صفات الكافرين والمنافقين إنما يفتر الكذب الذين لا يؤمنون أن بالله وأولئك هم الكاذبون المؤمن لا يكذب قد يقع في معاصي لضعف في نفسه قد تغلبه شهوته لكن الكذب ليس شهوةً خبساً المؤمن لا يكذب لذلك ولد في بعض الأحاديث يطبع المؤمن على الخلال كلها في مؤمن عصبي المزاج على العين والرأس في مؤمن يحب البقاء في البيت في مؤمن يعتني بهندامه كثيراً في مؤمن هندامه أقل من غيره في مؤمن يحب الاختلاط مع الناس في مؤمن يؤثر العزلة هي طباعة يطبع المؤمن على الخلال كلها إلا الكذب والخيانة فإذا كذب وخان ليس مؤمناً المؤمن لا يكذب أيها الإخوة الكرام سلاسة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم رجل حلف على سلعة لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب ورجل حلف على يمين كاذبة ليختطع بها مال رجل مسلم ورجل منع فضل ماء فيقول الله اليوم أمنعك فضي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك لذلك حتى في الإعلانات التي توهم بخصائص للبضاعة ليست فيها التي توهم بأنها من مصدر معين وهي من مصدر آخر التي توهم أن فيها هذه الخصائص وهي ليست فيها أيها الإخوة أن تضع علامة تجارية لسلعة ليست من هذا المعمل قضية سهلة جداً الآن هناك معامل بأعلى مستوى بنا التقنية توضع العلامات التجارية الرائجة على سلع من مستوى منخفض جداً وتباع هذه السلعة بهذه الطريقة لذلك قال عليه الصلاة والسلام الكذب ينقص الرزق هل هناك أوضح من هذا؟ الكذب ينقص الرزق والبيعان بالخيار المشتري والبائع ما لم يفترقاه فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما أنت حينما تخفي عيباً في بضاعة الله عز وجل يتولى معاقبتك والله إنسان أعرفه عنده مركبة فيها عيب خطير في المحرك فباعه وتمكن أن يخفي هذا العيب وقال لي والله بالحرف الواحد لبست لواحد ظن نفسه شاطر زكي فيه عيب خطير في المحرك كثم هذا العيب وأوهم الشاري أن هذا المحرك طبيعي جداً وباعه، واشترى مركبة على الصفر مصطلح عندما يشتري المركبات على الصفر جميلة جداً، لون طحيني، الفرش كحلي وفرحان فيها، ثالث يوم في أحد أحياء لمشق ارتكب حادث تحطمت تحطماً بالغاً فلما جاءني شاكياً قلت له ألم تقل لي قبل أيام أنت بعت هذه السيارة التي كانت عندك لإنسان أخفيت عنه العيب؟ إخفاء العيب حرام إخفاء العيب حرام البيعان بالخيار ما لم يسترقا فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وإن كتما وكذبا محقت بركة بيعهما أخواننا الكرام من أروع الأحاديث الشريفة إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة وإن الرجل ليصدق ويتحرى صدقاً حتى يكون صديقاً وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذباً المؤمن لا يكذب وبعض الآباء دون أن يشعروا يعلم أولادهم الكذب هذا الكلام العملي يلغي ألف محاضرة في الصدق الناس يتعلمون بعيونهم لا بآذانهم ولغة العمل أبلغ من لغة القول والله في أحد إخوتنا الكرام والده فتح له معمل بمصر وماشي بمركبته مست مركبة أخرى في المركبة إنسان فوق التسعين مات، هو شاب فاتصل بمدير المعمل موظف عنده قال له هكذا صار، قال له اطمئن تعال بعد الساعة إلى المركز الفلاني للشرطة جاء بعد الساعة كل شيء منتهي الضبط بخلاف الواقع تلك السيارة التي فيها من مات هي التي ضربته قال له وقع المشؤول قال له أرى، قال له لا، الذي حصل خلاف ذلك قال له وقع وانضي قال له لا أوقع، قال له عجيب أول مرة إنسان أنا أخدثه وهو يوقع بنفسه قال له أنا لا أريد أن أنجو منك أريد أن أنجو من الله لا أوقع إلا على الذي حدث أوقع أنه هو الذي تسبب ودفع الديه وعين أولاده في المعمل موظفين أريد إنسان كهذا الإنسان أريد مؤمن إيمانه صارخ إيمانه يلفت النظر لا نرقى إلا بهذا لا أوقع هذا كلام فيه زور أنا الذي صدمته ما دمنا صادقين ما دمنا نتحرى العدل الله ينصرنا فإذا ظلم بعضنا بعضاً الله يخبلنا والله أنا أعتز بهذا الإنسان الذي أتيحت له فرصة أن ينجو من كل مسؤولية لكنه تربى تربية إيمانية عالية قال له أنا لا أوقع لا أوقع إلا على الذي حدث يدفع السمن أيها الإخوة معصية أخرى هي الاحتكار من احتكر على المسلمين طعاماً ضربه الله بالجذام والإفلاس هو أراد أن يمتع جسمه بهذا المال الوفير أراد أن يزداد ماله جسمه أصابه مرضاً عضال وماله أصابه الإفلاس من احتكر على المسلمين طعاما ضربه الله بالجذام والإفلاس أيها الإخوة الاحتكار أن تحبس بيع البضاعة ولسيما البضاعة الغذائية التي يحتاجها الناس أن تحبسها من أجل أن يرتفع سمنها بس هل تصدقون أنه كما يكون البائع محتكرا يكون الشاري محتكرا كيف؟ يعني أنت بتحتاج بالشهر إلى عبوي من غذاء معين فشعرت في أزمة فاشتريت خمس عبوات هذا المستهلك الذي يشتري فوق حاجته ويسبب نقص هذه البضاعة محتكر أيضاً خذ حاجتك لذلك قال عليه الصلاة والسلام من احتكر فهو خاطئ من احتكر فهو خاطئ خاطئ ليس مشكلة اسمع إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين كلمة خاطئ بالقرآن تعني أنه إلى جهنم وبئس المصير إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين من احتكر فهو خاطئ وقال عليه الصلاة والسلام من احتكر طعاماً أربعين يوماً فقد برئ من الله تعالى وبرئ الله تعالى منه وقال عليه الصلاة والسلام الجالب مرزوق والمحتكر ملعون لا تحتكر طعاماً ويقول عليه الصلاة والسلام من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغلئه عليهم كان حقًا على الله تعالى أن يُقْعِظه في النار كان حقًا على الله تعالى أن يُقْعِظه في النار أي الموظف له دخل محدود عشرة آلاف رفعت عليه هذا السعر أنت أرباحك زادت أما هذا صاحب الدخل المحدود سحقته عنده أولاد عنده زوجة وشريف ومستقيم ما بيأكل حرام أوقعته في حرج شديد أنت ضعفت أموالك أضعافاً كثيرة لكنك أوقعته في حرج شديد إياك أن تبني مجدك على أنقاض الآخرين إياك أن تبني غناك على إفقار الآخرين إياك أن تبني أمنك على إخافة الآخرين إياك أن تبني عزك على إذنان الآخرين إياك الله كبير الله بالمرصاد الله عنده أورام خليسة عنده فشل كلوي تشمع كبد خسر بالدماغ عنده أمراض تدع الحليم حيران عنده عقاب يشيب لهوله الولدان إياك أن تبني مجدك على ألقاض الآخرين إياك أن تبتز أموالهم إياك أن تلقي الرعب في قلوبهم إياك أن تأخذ ما ليس لك إله عظيم من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقاً على الله تعالى أن يقعده في النار المعصية التاسعة الغش أيها الإخوة أنواع الغش تحتاج إلى خطب أنواع الغش تغيير صفات البضاعة تغيير مصدر المنشأ البضاعة اللعب بالوزن بالكيد بالمساحة بالإيهام هذا كله يؤدي إلى فقر الغش أحد أسباب الفقر يقول عليه الصلاة والسلام غبن المسترسل ربا المسترسل الجاهل بخصائص البضاعة أيام الباعة عنده الحاس سادسة يشعرون أن هذا المشتري جاهل بخصائص البضاعة يبيعونه أسوأ بضاعة بأعلى سمن ويتوهمون أنهم أذكياء حدثني أخي الأخوان إنسان اشترى مركبة جديدة وهو لا يفهم ما فيها فيها مشكلة جاء إلى أحد المصلحين أعطاه وصفا خطيرا لعلة فيها وطلب مبلغ كبير والمدة ثلاثة أيام وإصلاح المركبة يحتاج إلى دقيقة واحدة ولا يكلف شيئا فأول يوم أخذ أهله بهذه المركبة إلى الزبداني وتاني يوم إلى الغوطة وتالث يوم إلى طريق المطر فقال له جاره يا رجل اتقي الله القضية بتكلفك ربع ساعة دقائق ثلاثة أيام ومبلغ كبير جدا قال له هكذا العمل أنا الذي أعمل وصح قال له أبن دخلت نسرة فولاز يعمل في مخرطة في عينه كلفته العملية تقريبا يعني شيء أربعين خمسين ألف ليرة بلبنان السواقعية الله كبير من هو الغبي هو الذي يتوهم أن الله لا يحاسب هو الذي يتوهم أن الله لا يعاقب قال له يا ربي لقد عصيتك ولم تعاقلني قال له عبي قد عاقبتك ولم تدري مليون مصيبة يسوقها الله لنا فأن تغش المسترسل هذا ربع آخر معصية التجارة في المحرمات يعني في موال محرمة في مشروبات محرمة في لحوم محرمة في بضاعة محرمة في أشياء لا تعد ولا تحصل لمجرد أن تتاجر بالمحرمات وقعت في اسم كبير والله سبحانه وتعالى يريدنا أن نتعلم تفقه فمن دخل السوق من دون فقه أكل الربا شاء أم أبى معرفة الأحكام الشرعية فقد فرض عين على كل مسلم ما الحلال وما الحرام أيها الإخوة الكرام حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم واعلموا أن ملك الموت قد تخطانا إلى غيرنا وسيتخطى غيرنا إلينا فلنتخذ حضرنا الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني والحمد لله رب العالمين إذا أعجبك هذا الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق ومشاركته مع أصدقائك كي تدعم القناة ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلك كل جديد في أمان الله ترجمة نانسي قنقر